معلومة على السريع أحيانا يتطلب أخذ صورة من شاشة الكمبيوتر مثلا معلم يحتاج تصوير نتيجة تمرين أو واجب من طلابه فيطلب منهم إرسال صورة توضح ذلك يوجد تطبيق يأتي مع نظام الويندوز اسمه سنيبينج تول بإمكاننا نفتحه عن طريق البحث من قائمة إبداء نكتب سنيب أو سنيبينج تول ونفتح البرنامج هذا البرنامج بالإمكان أخذ صورة من شاشة من الشاشة أو من أي نافذة نختارها بكل سهولة عن طريق هذا الخيار توجد عدة خيارات وهي الطرق لأخذ صورة من الشاشة الطريقة الأولى أخذ صورة بطريقة حرة عن طريق الرسم حر للفار في الشاشة الخيار الثاني هو رسم مستطيل في الشاشة وأخذ صورة مكان رسم المستطيل الخيار الثالث بإمكاننا نختار نافذة معينة في الشاشة وأخذ صورة صورتها والخيار الأخير أخذ صورة متكاملة أو صورة كاملة للشاشة بما فيها كل النوافذ فمثلا لو اخترت هذه الحاسبة أستطيع أخذ صورتها فقط بدون بقية العناصر بقية الأيقونات في سطح المكتب ما رح تظهر لو اخترت ويندو سنب بعد ما أختار هذا مقرد أني أشر على هذه النافذة رح يتم تصوير فقط النافذة ولو أخذت مثلا صورة كاملة رح يتم أخذ الصورة بكل ما فيها من النوافذ بعد كذا أستطيع حفظ هذه الصورة بكل سهولة بالصيغة التي أريدها فمثلا توجد صيغة PNG أو GIF أو JPEG المعروف بكل سهولة نحفظ هذه الصورة ونرسلها لو احتجنا نستخدم هذه الميزة شكرا لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر